مشاهدين الحقيقة أنه دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة فهرانة الجزائرية قدرت أنها تستحوز على اهتمامنا ولفتت نظرنا ولفتت أنظر لعالم كله الحقيقة لمصر خاصة بعد ما مصر نكحت في رفع رصدها لـ 43 ميدالية متنوعة في هذه الدورة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط زي ما قلت محضراتكم اللي بيشارك فيها حوالي 24 دولة التفوق المصري كان واضح جدا خلال الدورة خاصة أنه عدد الميداليات الدهب اللي حصلنا عليها لحد الوقت ما شاء الله بستت 11 ميدالية و 14 ميدالية فضية و 18 ميدالية برونزية ومصر في الترتيب السابع بين الدول المشاركة في الألعاب خلينا نعرف كل التفاصيل دي بقى تفاصيل نجاح وكل ما يتعلق بهذه الدورة مع الناقد والمعلق قرياضي كابتن محمد عفيفي محمد سبع الخير عليك ويعني دايما نضيف عزيز علينا في سبع الخير مصر سبع الخير جمعنا هانا يا سبع الخير أستاذ محمد سبع الخير علي كل المشاهدين سبع الخير يا مصر أينما كانوا بتأكيد في يوم جديد من أيام بالتفوق الرياضي المصري وهتستمر بإذن الله للبناء على هذا الإنجاز محمد هبدأ معاك من فسانت حميدة وأنت كنت بارح بتعلق على سباق الميتين متر عدو وكمان كنت بتعلق على سباق الميت متر عدو وأكيد إحساس بالفخر أن أنت بتعلق ولعبة مصرية بتفوز احكي لي بقى عن إحساسك وانت بتعلق وخوفك في التوقيت اللي هو عارف اللحظات اللي بتبقى كده في حد في لعبة تانية بتطلع يعني احكي لي عن التفاصيل بقى وقتها أنا علاقت على النجوم كبير منهم يو سيمبولة الأسرع في تاريخ البشرية منهم نجمات في عالم التنس النسوي أو في عالم ألعب القوة أو في عالم الرياضات الفردية ولكن لما تكون لعبة مصرية بيكون إحساس مختلف تماما نسمعين صوتك رايح هو الصوت بيطلع من القلب يعني بيبقى الواحد في حالة مختلفة لأنه اسم مصر في الأول في الآخر لأنه وانت بتتكلم عن إنه مصر بتحقق إنجازه وإنجاز كبير في دورة ألعاب بحرى متوسط مش حاجة هينام مش بطولة صغيرة ولكن الإنجاز بيكون بشكل مختلف وليه نكهة مختلفة وأنا كنت متابع بسانت وعارف كويس أول نهاية تقدر تصل لهذا الإنجاز ولذلك أنا بتكلم بتكلم بثقة بتكلم عن إنه أصل هي لعبة رقمية ومع التدريب ومع ارتفاع الترفي الفني ممكن تصل ليه ما تصبه إليه زي ما بيقوله بس لو كنت بتحلم وقد الحلم بتشتغل عليه بتطور من نفسك بسانت زوجها معاها موجود معاها في فريق العمل إذن فيه تطور أونس جابر في عالم التنس زوجها موجود معاها في فريق العمل فيه تطور فكرة إنه الاستقرار الفني والإداري والصلابة الذهنية بتيجي من الاستقرار بشكل عام إنجاز كبير أنا على مستوى شخصي مبسوط وفخور جدا لأنه كل إنجاز بيمثل مصر بالنسبة لي بيكون إنجاز مختلف تماما وفعلا بعلق من قلبي أنا وبسوط فأكيد إنجاز بسانت إنجاز رائع جدا ونتمنى يتكرر رب بإذن الله مش لها بس لنا كلنا والله محمد يعني إنجاز رائع فعلا لمصر هل إحنا متميزين في سبقات العدو بشكل عام مصر مش مدرسة سبقات عدو مش نبقى واقعين إحنا مدرسة رامي أكتر يعني نلاقينا مميزين في رامي الرمح رامي الجلة الإطاحة بالمطرقة رامي الكورس وإحنا عندنا محمد مجلي سجل برونزية في رامي الجلة أو دفع الجلة بالنسبة لي أرجال وأيضا إيهاب عبد الرحمن رامي الرمح وكان متوقع منه إنه يحقق مدالية ذهبية ولكن مقدرش يوصل لرقمه إلا أنجازه حتى في هذا الموسم في البطولة المصرية ولكن كويس بداية مهمة إنه يبني عليها لكن مصر مش مدرسة بسرعة ولذلك الإنجاز مختلف لأنه دايما بنبص في بطولات العالم في ألعاب أولمبية في منافسات ألعاب القوى الدوري الماسي لألعاب القوى لسلسلة التحدي العالمي بنبص على الجاميك الأمريكيات بنفسه إزاي بيصلوا لهذه الأرقام وبيعتبروها عندهم إنجاز فلما نلاقي بنت مصرية خامة كابونيا جسمنية معدل سرعة محترم جدا بتتطور بشكل أبو فيه ثقة فيه ثقة موجودة على الأرض الملعب وبتحطم كل مرة بتنزل فيها الفاينل بتحطم رقم قياسي لألعاب البحر الأبرد المتوسط سواء كان 11 ثانية 10% جزء من الثانية في المائة متر أو الـ 22 ثانية و 47% جزء من الثانية في المائة 2 متر في كل مرة بتحطم رقم إذن بتحفر إسمها وبتاخد ثقة أكبر وبتدي إنذار للكل إنها موجودة وبقوة وإحنا أفريقيا كان بيطلع فيها نجمات على فترات متبعدة أغوري من كوديفوار مثلا اختركت المائة متر عن المائة 2 متر فترة بلسنج ونكبير نيجورية مثلا وبعدين غابوا لكن صغر سن بسانت وتطورها واستقرارها الفني أعتقد إنها سترتفع في الكرفة الفني والأهم 2024 إنها ما تحرقش نفسها ما قبل 2024 وإحنا نحن بنتكلم يعني إحنا سيما سمعنا 43 ميدالية متنوعة و11 ميدالية دهبية بس إحنا ممكن بنتكلم عن بسانت تحديدا لأن هي زي ما أنتكلمت سيدة مصرية سنها صغير ميداليتين دهب في رياضة إحنا كنا خارج سباها تماما كنا بنشوف آه لعبات أفريقيات لكن مصرية ميداليتين دهبيتين في وقت قصير يعني ما بالنسبة لنا شيء جديد عايزة أعرف منك فكرة أن بسانت تقدر تحقق ميداليتين دهبيتين في منافسة مش بسيطة ومش سهلة ده من نسبة لنا إحنا مؤشر لإيه مؤشر إنه في مواهب في مصر مؤشر إنه الرعاية لما تكون سليمة مقبل مقه نقدر إنه نوصل للأهداف اللي احنا نتمنىها حتى لو كانت صعبة هذا التخصص مش سهل إنه نوصل فيه بالذات على مستوى السيدات لأنه على مستوى السيدات بتكون محتاجة بنية جسمانية بشكل مختلف تدريب بشكل مختلف سفر ومشاركات تكون دولية بشكل كبير جدا وأنا يمكن حتى تكرت وأنا بعلقة على المنافسات إنه من هنا تبدأ إنها الرعاية تكون مختلفة المشاركة في البطولات الدولية أو المنطقيات الدولية تكون على مستوى دوري الماسي أو سلسلة التحدي العالمي تكون مدروسة ببطولات أو مشاركات مختارة من أجل رفع الكرف الفني وفقا من القياسات بتاعتها علشان بعد سنتين تبقى في أعلى مستوى فني طبعا عندها بطولة عالم كمان قادمة ثم ما بعد ذلك على مستوى الملعب المفتوحة طبعا ثم ما بعد ذلك بطولة الأولمبياد فلازم يكون فيه دراسة بشكل علمي علشان توصل للمكان المحترم اللي هي أعلى من كده وتبدأ تكسر الأرقام علشان توصل للمكان الأفضل لكن دايما كل مختلف جميل وهي جذبت كل الناس بسبب إن هذا التخصص زي ما قلنا بتاع أمريكيات بتاع الجمايكيات ما بنشوفش مصر أو أفريقيا متميزة في هذا التخصص وتعمل كمان فرق واسع وعلى فكرة الفرق اللي احنا كنا نشوفه فيه الفنش ده بالنسبة لسي بقات سرعة فرق زمنون كافة الدين نحن كنا نتابع يعني حتى الفيديو اهو معنا فيه فرق صحيح صحيح والانطلاق القوي استغلال بلوكستاب بشكل كويس زي ما نتابعين كده معهم هو الموضوع جري بس نا طبعا عشان بس يعني قادة تخيل بعض من الموضوع جري يعني مسافة 200 متر كله بيجري المسافة بتاعته وخلاص ولي بيفوز هو يعني بيجري هو اكتر راح تبقدر يجري ولا فيه تكنيك للعب فيه تكنيك وتكتيك واسلوب وستراتيجية وتعامل وسرعة وتحويلة بتكون خلال ما بين اول 20 متر و30 متر ازاي ما بعد بلوكستارتو ما يلانك بجزء من الجسد الاعلى علشان تاخد او تستغل بلوكستارتو الاندفاع مع التردد العالي لازم يكون طبعا التردد بتاع الانطلاق عالي مع السرعة طبعا اللي بتكون لها نمط عضلي مختلف لانه الاندقاء في البداية لازم يكون مش اي حد سريع وخلاص لا يجب يكون نمط العضلي اصلا يسمح بانه يشارك في مثل هذه المستويات ولذلك وانا بتكلم عنها اقولت متحرقش نفسها فكرة انه تشارك 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 فممكن لقدر اللي يحصل اصابات لازم يكون في قياسات للعضلات علشان تقدر انها تستمر مع ارتفاع الجرفة الفني ويبعد ربنا عنا شهر الاصابات فلأ طبعا اسلوب وتكتيك وستراتيجية والتحويلة خلال 40-50 متر ازاي وتبدأ انها تنطلق او تعمل اتاك وفقا طبعا للسباك ومئة متر او متين متر او ربع مئة متر في سبقات السرعة او سبقات المتوسطة او الطويلة كل الامور دي في اجزاء من الثانية هي قرارات وصلابة ذهنية طول ما هنا فيه صلابة ذهنية طول ما تقدر ان انت تنفذ صح التكتيك لانه في جزء من الثانية تقدر ان انت تغير لانه بلوكسترات لو باز منك ممكن ياخد اجزاء من الثانية تضيع منك المركز الاول طيب محمد هل الارقام اللي احنا شايفينها دي صدفة او حظنا حالو ولا نقدر نقول ان دي احنا دلوقتي عندنا حقيقة وعندنا جيل جديد من رياضيين نقدر نبني عليه جيل مختلف للألعاب الرياضية اللي جاية انا شايف انها مش صدفة بالمر ومصر تقدر وعندنا عقول محترمة بس انت انا ما احبش اتكلم عن مشكلات بس انت من كم سنة كانت متجمدة من بعض اللي كانوا مسؤولين في الاتحاد ألعبكوا على سبيل المثال ثم ما بعد ذلك لما جيه اتحاد جديد وداها الدفعة وداها الاستقرار وصلت لهذه المكانة فما نبقاش قصيين على ابطالنا وبطالتنا نشوف هما عايزين ايه فيه ناس بتصرف من جبهة علشان تدعم هؤلاء الابطال ده كويس بس نشوف الامور الفنية اللي احنا نقدر نرتقي بها عمرنا ما جينا صدفة لان الخامة المصرية في كل الرياضات بما فيها رفا الأثقال او التايكوندو او جودو او كل الرياضات الاولمبية اللي موجودة بما فيها علعاب القوة دلوقتي مش بس مدرسة رامية كمان واخنا اخترقنا وسبقات السرعة عندنا خامات محترمة سواء كان من مدربين الادارة الفنية والعقلية المهمة او انه يكون اصلا ده كويس بالذات فيه قطاعات النشئين علشان يطور صح او يحفر صح فيهم كأداء فني وكمان الخامة بتاعة البنية الجسمانية والانماط العضلية اختار صح اختار بعناية ابني صح للمستقبل ودائما في مصرنا الجديدة في العهد الجديد احنا دائما بنبني للمستقبل فلازم كمان يكون فيه تطوير للمدربين اللي بيبتدوا عالم التدريب علشان يختاروا صح ولما يختاروا صح احنا بنقول في خطط خمسية وخطط عشرية اه دا لازم يكون موجود في الرياضة كل الدول المتقدمة بتعمل كده لازم احنا كمان نعمل كده نعمل خطط طويلة المدى ما تكونش مرتبطة بكورسي تكون مرتبطة بخطة هيكمل اللي بعدين كرئيس اتحاد او رئيس لجنة اولمبية او في الوزارات المتعاقبة لوزارة شباب ورياضة الوزاراء المتعاقبين انه لازم يكون فيه تخطيط عام انه الرياضة هتتطور ورياضات بعينها دلوقتي بسان تحميدة بقت مصدر الهام بالنسبة للجيل الجديد يعني ممكن تاخد بنتك وتقول لا انا عايز انا لعبها لعب قوة عشان تبقى زي البنت دي ونكتش في مواهب احنا لما نزيع وانا لما بعلق وفاهم الناس اضق التفاصيل علشان احبب الناس في الرياضة ممكن ما يكونوش عرفوها علشان يروحوا لها زي اهب عبد الرحمن عمل في رامي الرمح دهبية في طلط العالم ثم اسمه بازغ فبدأنا نشوف كل الناس عزل عبر رامي رمح واكتشفنا مواهب جديدة اكتشف المواهب يجي من حب اللعبة ويبقى فيه رقع العين وان التبث في التلفزيون شيء رائع جدا ويا رب المساعد نجاح بيفرد نفسه يعني احنا دورة الالعاب طبعا الالعاب البحر المتوسط طبعا هي دورة محترمة وهمة جدا لكن قدرت فعلا تلفت نظرنا وتلفت نظر يعني العالم كله الابطال والنتائج اللي مصر بحققها يمكن لو ما كانش ده حاصل ما كنوش هنسمع اصلا ولا هنعرف انو فيه دورة الالعاب البحر متوسط ووجودة في بديه طبعا في جزائر ما كنوش هنبقى مهتمين بالدرجات صحيح والارقام اللي بتحقق يعني بسانت عملت ارقام بعيدا عن البطلات المشاركات اه زي ان ما قلت كده كلهن خبيرات مش من المستوى او الليفل العالمي لانو في وقت دورة الالعاب البحر متوسط في دورة الالعاب قوة ده الفئة الاعلى لكن اللي عملته بسانت لو شاركة في دورة الالعاب المسي تنافس على مركز من مركز ثلاثة الاولى والمشاركة في دورة الالعاب المسي اللي هبينه عشرة لاف دولار وهي خارجة مصر مستوى مختلف ولذلك لازم تشارك عشان تجيب اموال فتشارك في مستويات اعلى فتقدر انها تبني على هذا الانجاز لما هو قادم فتطور من رقمها وتقصر حاجز لحداشهر ثانية توصل لعشر ثواني تساني بالماء جوز من الثانية تمانين بالماء جوز من الثانية نقدر نقول واحنا حطين رجل على رجل في باريس في المائة متر والمائة متر انها في الفاينل وبتنافس على الميدالية تقدر طبعا تقدر عظيم جدا احنا ازاي بقى تقدر تعمل ده محتاجة ايه خلال الفترة الجاية عشان تقدر تنافس في أولمبياد باريس حلو السؤال لانه ده موجه للاجنة المائة المصرية ووزارة شباب ورياضة بده مهمة جدا ان الدعم يزيد انها تسافر تخرج برا طبعا اه في مصر بطولة مصرية وكويسة وكل حاجة لكن المستويات للمنافسة علشان ترتفع لازم الاحتكاد المنافسات العب القوة تحديدا زي كل الرياضات فخرجها برا وخليها انها تقدر تنافس في بطولات اكتر مشاركات عدة ولكن زي ما قلنا بشكل مدروس مع مدربيها انه ما تحرقش نفسها مش اي مشاركة لانا هي يبدأ يجي لعروض لمشاركات دولية في سلسلة التحدي العالمية او دور الناس في البطولة العالمية بالظبط كده ده غير بطولة العالم ودورة العاب القولمية دول بطولات كده كده بتتأهل بارقامها بشكل عام لكن في ملتقيات دولية انا هديكي فلوس مقابل لدي تتشارك معايا تسويق هي تشارك بس مش اي مشاركة لازم تكونش مشاركة محسوبة وفقا لبرنامج تدريبي هي هدفها ايه خلال السنة دي وخلال السنة اللي جاية وخلال 2014 محمد ايه بقى الالعاب التانية او الرياضات التانية اللي لفتت نظرك اللي انت حاسس ان احنا حققنا فيها نجاح انت مكنتش متوقعه وشايف انه كمان الاليمبياد اللي جاية بقى يعني احنا محتاجين نركز على ايه راهن على ايه رفع الاتقال دايما مميزة التايكوندو دايما مميز بس محققش كل نتاج نعم داني الشاهد سامي حصلت على الميدالية برونزية حي ولكن المفروض يبقى فيه افضل واللي جاي يبقى افضل لانه في مدارس كده احنا فيها تقال اول يعني رفع الاتقال في بعض الاوزان كمان تم الغاءها وده كان شيء مش مبشر لنا لكن نعمة سعيد في الخطف وكلينو ناطر عملت دهبيتين واخر محاولة بعد ما فشلت في محاولتين على المستوى الخطف لكن قدرت نهاب بالثقة وبالثقة اللي عندها مركز اول مدالية دهبية اذا فيه تقل موجود وعندها الافضل بالتأكيد لكن اللفت نظر قوي من منافسات الفروسية بدأنا نطور بشكل مميز في الفروسية بدأنا كنا بنشارك اقوياء ولكن يعني ممكن مدالية ممكن لكن الفرق انها تجيب في الضية ومحمد طلعت يجيب برونزية وعندهم عقلية مختلفة وبيضربوا بشكل احترافي قوي واعتقد ان الفروسية ممكن لو اتطورت نقدر ان احنا نوصل لمكانة محترمة السلاح شوية كنت اتمنى ان يبقى فيه انجازات اكبر الكرة طائرة على المستوى الرجال التغيرات الاخيرة اللي ما عجبتنيش فيه الادارة الفنية لما جابه مدير فني كان سابق وبقى جاي وبعدين اللجنة بقى تلقى يمشي طب انتو جبتوه ازاي وقصة كده التعخير يوفيرميولين البولندي المدير الفني اللي راح وجاء كابنحسن الحصر على راسنا وكل حاجة بنبني جيد جديد لكرة طائرة المصرية لكن كرة طائرة ليها الافضل وعندنا لعبين كبار جدا يقدروا لكن التخبط ده ممكن يضر بالقرارات على مصوى كرة طائرة النسوية لا احنا عندنا فريق يوصل لمركز السادس في الترتيب العام تطور كبير جدا على مصوى كرة طائرة النسوية واعتقد ان الفريق ده بالعناصر اللي موجودة لا تطور ان فيهم بعض اللعبات المحترفات كمان في الجماعات الامريكية فبياخدوا شكل مختلف لكن بشكل عام انا مش شايف فيه مفاجأة كبيرة ان مصر الطبيعي بتاعها كانت في ترجونا في 2018 الدورة الولمبيان المتوسطية لقبل الحالية كنا مركز السادس في ترتيب العام في هذا الامر احنا بنمشي الدهب هو الاساس يعني لو دولة خدت دهبية واحنا اخدنا ميت ميداليا فضة وبرونز اللي واخد دهب ميداليا واخد دهب ميداليا واخد دهب ميداليا بزرط فاحنا عايزين نرفع شوية الرياضات النزالية لازم نكون فيها افضل لانه ده طبيعي بتاعها لكن انا شاف روسيا عاملة حالة شوية العابل قوة طبعا الانجازات اللي فيها انه اربع تيام كل يوم مصر عن نصة التتويج ده ما كناش منحلم به وكان اخر بطولة افريقيا او افريقيا كانت اخيرة الشهر الماضي نتائجنا كانت سلبية يعني ميداليا 2-3 وما فهمش دهب كمان لكن انه اهاب متوقعا منه دهب يجيب فضة محمد مجدي في رمي الجلة البنت اسراء عويس في الوقت بالطويل ده تخصص مش تخصصاتنا قوي برضو على مساوى الرياضة النسوية تحديدا ومنافسات العابل قوة عملت الرقم قوي جدا ستة متر 54 سنتمتر رقم مش سهل ويأهلها انها تنافس انها تكون موجودة في نهاقي هلعب قول المباية اسراء عويس ما خدتش حقاها على فكرة كفضية في منافسات ألعب القوة والوسط بالطويل الفكرة كمان ان احنا واضح ان احنا عندنا كواد رياضية مهمة وخاصة الرياضة النسوية زي ما كنت تتكلم دلوقت احنا شايفين تغير فعلا لكن اللي محتاجينه حقيقة دلوقت فكرة الدعم لانه فيه رياضات مثلا زي الفروسية هي رياضة مكلفة جدا فلازم يكون فيها ده مشان نقدر نحقق كمان نتائج اكبر ما في المية ده الطفق الطفق تماما وكيفية تسويق الانجاز احنا عندنا في مصر مشكلة انه ازاي يسوي عشان يجيب مدخول يفيد العيبة ويفيد مصر نفسها من هذا الانجاز وده نقدر ان احنا نعمله لان احنا عندنا دلوقتي من الاخر كده اسم مصر لما بيغيب عن بطولة زي كاس العلا مسلا وانا لايه اصدقاء في قطر من ده انجد بسبب التسويت ان اسم مصر لما بيكون موجود تذكر مباعة مباريات متشافة اعلانات اكتر لكل المؤسسات اللي علامة اللي هتبث نفس الكلام في دورة العاب البحر متواصل اسم مصر لما زعت عملت ترويج مختلف لوهران وللجزائر بسبب بث لانه في مصريين موجودين فاسم مصر دايما هو اصلا بيجيب فلوس اللعيبة دي جيب فلوس والفلوس تفيدها فانها تتطور في اداءة الفن وتفيد مصر فانها تطور اتحداتها فنعمل قاعدة ناشئين لانه مش بس الموجود الوقت احنا بنبوصل ده لانه ده للمستقبل يبني للمستقبل طيب لو هنتكلم عن نسبة المشاركة والتمثيل في البعثة المصرية في هذه الدورة نتكلم في 177 لعب تقريبا بيشاركوا في هذه النسخة نسخة 19 هل التمثيل ده زايد عن النسخ اللي فاتت ومعنى التمثيل ده ايه لا هم مش زايد لانه في تحدات اعتذرت زي تحد السباح على سبيل المثال اعتذر لانه فريدة بتشارك فيه بطولة دولية في الولايات التحدة الأمريكية او في بعض تعدهم التزامات رياضية اخرى بالضبط والعدد ده مش زيادة لانه فيه رياضات جماعية ففي عندنا منتخبات بعدد لعبين كثوري يعني في الطائرة رجال وطائرة سايدات الباسكت تلاتة في تلاتة مشاركين في كم لعبة طايف في هذه النسخة احنا مشاركين في 19 رياضة على مستوى الرياضات الأولمبياء المشاركة في هذه الأولمبياد المتوسطية طبعا الرياضات اللي شاركنا فيها برضو عندنا النجوم اكتر يعني يمكن فيه صف اول فيه صف تاني كمان وفيه بعض اللعبين اللي مشاركوش واللعبات اللي مشاركنا فيها هذه الأولمبياء لأنه مرتبطين بحاجات بر لكن كان مهم نحن نشارك بهذه القوة لأنه فيه رياضات الدول الأوروبية اللي موجودة زي فرنسا وزي إيطاليا وزي البرتغال وكوبروس واليونان مشاركين بالصف الأول زي في مهم القوة لسبيل المثال فلما بنعمل إنجاز بنعمل إنجاز حقيقي مش إنجاز وهمي لأنه في بعض الناس قالت ما هدول مش المستوى الأول لأ لما بسانت تعمل الرقم بتاعها ده بغض نظر على الأرقام الأخرى لأ هي عملت مستوى أعلى من المستوى الأول اللي هيكون موجود أصلا فالإنجاز كبير الإنجاز يخوف دول أخرى فإنه لا ده فيه في رياضات في مصر زي التطور كرة طايرة أما جابتش ميدالية لكن وجودها في مركز سادس لا يخوف يعني ما كناش نحن بناخد شوط من صربي على سبيل المثال ودول عمالك في عالم من كرة طايرة نسوية على سبيل المثال يعني لا فيه 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 تطور وتطور بشكل كبير رفع الأثقال والأوزان التي يتم رفعها أو تحطيم الأرقام من خلالها شيء رائع جدا طبعا في فكرة الألعاب الفردية ممكن إحنا طول الوقت مهتمين بالألعاب الجامعية خاصة الكرة دلوقتي بقى فيه اهتمام أكتر بالألعاب الفردية وبقينا دايما حرسين إن إحنا نعرف أبطالنا وبقينا مهتمين بأخبارهم بالعكس إحنا حرسين كمان إن إحنا يبقى فيه ليهم دعم ويبقى فيه اهتمام بيهم لإن إحنا فعلا عايزين نشوف اسم مصر دايما مرفوع مختلف الرياضات لأنها نجيب ميداليات طبعا فالألعاب قلمبية وده الأهم وزي ما قلت هو برضو الموضوع مش متعلق بفكرة رياضة فقط ولا وطنية فقط ولا انتماء فقط ده اقتصاد أصلا في حد ذاته قوة نعمة تقال عليها كده ممكن لمصر طبعا طبعا قوة نعمة طبعا طيب إحنا دلوقتي ترتبنا في جدوى المباريات السابع الترتيب العام بالنسبة لميداليات المركز السابع السابع طيب إحنا محتاجين كم ميدالية عشان نقدر نتقدم وهل تتوقع من اللي انت شايفه إن إحنا ممكن نوصل للمركز مثلا نقول أول ثلاث مركز لا صعب عشان نبقى وطعين صعب صعب هو يعني ممكن خلال الأيام اللي جاية ممكن نجيب لو كان إن شاء الله المستوى الفاني عالي ممكن من ثلاث لأربع ميدالية الدهبية بما فيهم ميدالية نشوف أنها مضمونة إلى حد كبير يعني أول منافسة عليها قوية بس كورة اليد منتخب كورة اليد منتخب قوي جدا وبيستعد الأمة المفركة لها هتكون بعد عشرة يام في مصر المؤهلة لطولة العالم منتخب اليد ماشي بشكل كويس جدا فاز على تونس كمان وده عدنا النهاردة مباراة مع مكدونيا مكدونيا لكن مصر أقوى فنيا المتخب جاي بكامل العدد بكل النجوم المحترفين وفوزنا على تونس في دور المجموعات بالنسبة ليه البطولة يدينا فقل حسن أنه المنافسة الأولين في أمم إفريقيا احنا تفاوقنا عليه في الطولة الإفريقية وهو جاي كامل العدد فإن شاء الله كمان أمم إفريقيا اللي جاية هنفوز على أرض مصر وحنا ندعي أتنين أمم إفريقيا أمم إفريقيا السنادي وأمم إفريقيا ألفين أربعة وعشرين المهيلة الأوليميات كمان على الأرض مصر فمنتخب اليد ده حالة مختلفة كرياضة جماعية أو يتسيد العالم ممكن يفوز بطولة عالم كمان فمنتخب اليد إن شاء الله بإذن الله مضمون ميداليا محتاجين كمان ميداليتين ثلاثة في الرياضات الفردية المطابقات حالو موضوع مضمون الميداليا ده إيه كمان ضمن الميداليا بتاعته التايكوندو في بعض الأوزان اللي ممكن أنها تنافس على الميدالية نريس النهاردة وبكرة رفع الأثقال بالضبط نهاردة بكرة الختم يوم ستة إن شاء الله رفع الأثقال كمان عندنا بعض النجوم صحيح فيه أوزان كان فيها نجوم تقال غابت ولكن أعتقد أن اللي موجودين في رفع الأثقال يقدروا أن هما يسدوا ويقدروا أن هما يحاولوا زي ما أقول في ميداليا لكرة الياد بإذن الله إن شاء الله هكون مضمونة نتمنيها دهبية نتكلم عن دهب لأنه دهب لأن إحنا عندنا حداشر ميدالية دهبية صربيا أو إسبانيا اتناشر ميدالية دهبية فلو سوينا معهم نروح بقى للفضل نعم نروح للفضل نبتدي سوينا معهم نروح للبرونز وهكذا يعني زي كده فرق الأهداف ولا المواجهات المباشرة في الكورة أو وهكذا والإنذارات والحاجات دي بزر لكن المضمون إن تركيا خلاص تصدرت 41 ميدالية دهبية صعب جدا أن حد يعبرها ما بينه وما بين إيطاليا 37 ميدالية دهبية لكن أعتقد أن تركيا قوية جدا إيطاليا كمان كانت قوية جدا وجابت في ألعابك هو ميداليات كتيرة المنتخب الفرنسي أو البحثة الفرنسية 20 ميدالية دهبية ما بينه وما بين الجزائر 19 ميدالية عظيم الجزائر كان بلد مضيف عملت إنجازات كبيرة بالتأكيد نحن فخورين بكل لعب بيشارك في هذه البطولة سواء حقق ميدالية أو لم يحقق طبعا فخورين أكتر بالعنصر النسائي لحقق ميداليات ذهبية في رياضات ما كناش متفوقين فيها بنشكركم طبعا على هذا الأداء وفي انتظار منكم المزيد إن شاء الله النهاردة لسه وبكرة بنشكر حضرتك كمان شكرا جزيلا نقد وقع المعلق الرياضي سيد محمد العفي ألف شكر لكم شكرا جدا